السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأحباء درس الانسحاب في المستوى الإحداثي صفحة 172 تعريف الانسحاب يا أبطال هو إزاحة للشكل وكلمة إزاحة يعني حركة أو انتقال للشكل ماشي؟ الانتقال والحركة هذه تحافظ على قياسات الشكل من غير القياسات الزوايا أو أطوال الأضلاع ودون تدوير للشكل تمام؟ يعني باختصار الانسحاب هو انتقال أو تحرق للشكل بنفس وضعه وبنفس شكله تمام؟ بيتم العملية دي إزاي على المستوى الإحداثي حننتقل لصفحة 173 ونحل السؤال ونشوف طريقة الحل المطلوب ارسم المثلث بعد الانسحاب ثم اكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة عاوز الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة حنحل معكم السؤال رقم 1 ورقم 3 طيب في السؤال رقم 1 عاوز يحورك الشكل 3 وحدات إلى اليسار طيب هنكبر معكم المستوى شوي عشان نقدر إيه نرسل احنا بنحل في السؤال رقم 1 نبي تحريك المثلث الموجود عندي هذا 3 وحدات إلى اليسار المثلث ليه 3 رقم 1 كل رأس يا شباب هنحرقها 3 مربعات لليسار انت واجف هنا ماشي؟ لسه احنا ما تحركنا تحركنا جينا في المكان ده أدو مربع المكان هذا التاني في نهاية المربع كده دي 3 مربعات تمام؟ طيب هذي نقطة ممكن تسميها ألف تمام؟ طيب النقطة هذي هنبدأ نحرك هذه اللي فوق على اليسار نحركها 3 مربعات لسه احنا ما تحركنا كده تحركنا مربع 1 2 3 خلاص جينا في المكان ده اسمها مثلا باء هذا المكان نعملها اكس بسيطة كده النقطة الاخيرة على اليمين هذي هنحركها 3 وحدات هنا مربع 1 2 3 نجي في المكان هذا هنسميها مثلا جي ونوصل بين الصور اللي احنا رسمناها هذه اللي هي ألف وباء وي وديم يطلع مثلث نفس المثلث الأصلي يطبقه في الشكل وفي وفي الأطوال وفي القياسات وفي كل شيء احنا غيرنا مكانه أو حركنا مكانه بس كده احنا رسمنا الصورة يبقى إحداثيات الصورة نقطة ألف هذي إحداثياتها كام للزوج المرتب حاجها نبدأ من على محورسين الأول التفاجن من نقطة ألف ننزل بعيوني كده على محورسين نلجى خمسة ونذهب بعيوني على محورسات نلجى اثنين بخمسة واتنين نقطة باء الزوج المرتب حاجها على سين انزل رقم اثنين وعلى صاد يقابلها رقم ستة نقطة جيم الأخيرة الزوج المرتب حاجها على سين هذا خمسة برضو وعلى صاد يقابلها ياشا رقم ستة نعم؟ واثورونا في الكتابة وانت تكتب بخط منظم عني وارسم أيضا بالعب المسطرة وحترسم الأشياء هذه في المكان فوق السؤال رقم ايه واحد المطلوب الثاني او السؤال اللي هنهيل له الثاني اللي هو رقم ثلاثة نبدأ نحرك الشكل خمس وحدات لليسار وواحدتان الى الاسفل احفظ كده التعريف خمس وحدات لليسار وواحدتان الى الاسفل يلا ننفذ مع بعض هنبدأ برضو من رأس دي تحت تمام؟ هنحرك الخمس وحدات لليسار ادي معي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده تنزل وحدتين الاسفل واحد اتنين تمام يا شباب؟ هنضع هنا علامة اكس ونسمى النقطة مثلا عزيسي طيب هنحرك النقطة هذي اللي فوق خليك معي الرسمة اللي فوق على اليسار هنحركها خمس مربعات لليسار وبعد كده ننزل بها ايه مربعين اللي تحت كده لسه ما تحركنا لسه احنا هنا واقفين هنا ما تحركنا كده تحركنا مربع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده ننزل مربعين تحت واحد اتنين وصلنا في المكان ده هنسمى مثلا صعد طيب النقطة هذي اللي اقصى اليمين خمسة ليسار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وصلنا هنا في المربع ده بعد كده ننزل من هنا مربعين واحد اتنين تمام وصلنا في المكان هذا هنسمى مثلا عين ونوصل الرؤوس الجديد ايضا حينتد شكل نفسي يطابق الاصلي يطابق المثلث هذا نفسه جده بالزبط احنا غيرنا مكانه بس ما غيرنا ابعاده ده الجزء الاولاني الجزء التاني نبي ايه احداثيات الرؤوس احنا سمينا اللي تحت دي سين الزوج مرتب لها ثلاثة وصفر ونقطة صاد هذي على محور سين شوف تنزل على محور سين تلاقي رقم صفر وعلى محور صاد هي موجودة عند رقم ايه اربعة الزوج مرتب حق نقطة عين نروح على محور سين ننزل تحت اللاجي ثلاثة تفاجن الاحداث السين الاول ونروح على صاد نلاقي الرقم كام اربعة ارجو يا ابطالة تنظم الخط شوية انا يعني ايه بكتب بطريقة بداية شوية فاعزرونا وكده احنا خلصنا الدرس الواجب صفحة مية اربعة وسبعين هتحل رقم تمانية واحداشر بس تمانية واحداشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته